بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الطالبات الصف الأول الصناعي أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا إن شاء الله النهاردة هنبتدي في مقرر مادة الخامات الكهربية إحنا الإسبوع اللي فات ابتدينا وقلنا جزء تمهيدي لإيه هو المقرر اللي هنشتغله إن شاء الله في الترم التاني إحنا الترم التاني زي ما قلنا هنشتغل ثلاث أبواب اللي هو الباب الرابع والخامس والسادس لأن إحنا خدنا في الترم الأول الثلاث أبواب الأولانين وقلنا إن الباب الرابع هو عبارة عن الباب الخاص بالمواد المغناطسية هنتكلم في هذا الباب عن إيه هي المواد المغناطسية وإيه هي الخواص الخاصة بكل مادة هنبدأ نعرف في الباب دوت أول حاجة عندنا في المواد المغناطسية إيه هي الخواص المغناطسية للمواد أنا عندي المواد اللي هي المواد اللينة والمواد الصلبة وإيه هي استخدام كل من الفريتات سواء اللينة أو الصلدة وخواص كل منها واستخدامها ده محتوى الباب اللي إحنا هنشتغل من شاء الله نبدأه النهاردة أول حاجة عندنا في الباب الرابع بالنسبة لنا الباب الأول في الترم الثاني اللي هو المواد المغناطسية وخواص المواد زي ما إحنا عارفين يا أولاد إن المواد المادة المغناطسية أو المغناطس المغناطس دوت تم اكتشافه زي ما قلنا في الحلقة السابقة من راعي أغنام كان بيسير بالأغنام بتاعته فلما تعب ويقعد على صخرة لا إن العصى اللي هو كان مسكها كان في نهايتها جزء معدني فلا أنه هو الجزء المعدني أو العصى دي مسكت في الصخرة فعلشان يشيلها وجد صعوبة شوية أو بز الجهد علشان يبتدي يشيل العصى اللي مسكت في الصخرة دي تعدتت الأقويل في اكتشاف المغناطس لأنه كان فيه أكتر من رواية لاكتشاف المغناطس يمكن الرواية دي هي الأقصر انتشارا تمام فإحنا بنقول أن المغناطس علشان ندرسه وندرس مواده قلنا إزاي بنعرف عرفنا المغناطس هو في البداية المغناطس دوت بيكون من المواد الأكتر انتشارا في الكشرة الأرضية يمكن تاني مادة بتوجد في الكشرة الأرضية انتشارا بتكون تقريبا نسبتها حوالي 28% من باقي المواد يعني بيكون منتشرة بكسرة طبعا احنا عارفنا ان المغناطس لو جينا على شكل المغناطس هو عبارة عن حجر صخري بيكون لونه ما بين الأسود والرمادي تمام؟ بيكون من خواصه انه هو بيجذب بعض المعادن وبيكون المعادن اللي هو بيجذبها دي هي طبعا المعادن المغناطسي او المعادن القابلة للمغناطق تمام كده؟ احنا بالنسبة لمعدن او مادة المغناطيس احنا هنشوف اول حاجة عندنا ان المغناطيس المغناطيس عندنا بيكون ليه اي مغناطيس احنا بيتم صناعته بيكون ليه قطبين يعني انا لو جبت اي معدن وحولت المعدن ده الى مغناطيس طيب انا طبعا هحول ازاي معدن الى مغناطيس وبيبقى ليه قطبين ازاي؟ لو انا جبت معدن ياولاد والنفرد ان عندي دي قطعة معدن وجبت قطب مغناطيس وبدأت احركه على المعدن ده في اتجاه واحد بس لازم يكون في اتجاه ايه؟ واحد لان احنا عارفين ان المغناطيس بيكون ليه قطبين قطب شمالي وقطب جنوبي اللي هو عندنا بيكون القطبين بتوعه اللي هو النورس والسوز طيب عندي اشتهر المغناطيس بلونين اللي هو اللون الاحمر واللون الايه واللون الازرق علشان يبقى معروف اقطب علشان يبقى معروف ايه اقطب زي ما احنا شايفين بيده رمز الان للون الاحمر والس للون الايه للون الازرق فانا لو عندي اي معدن من معادن قبيلة المغناطيس لو انا عشان احولها الى مغناطيس ببدأ اعمل عملية ايه؟ عملية تحريك عليه بمغناطيس فهلاقي ان المادة دي هتتحول لإيه لمعدن مغناطيسي طب لو انا عندي قطعة معدن تمام وانا قلت ان المعدن ده خلاص بقى مغناطيس فليه قطبين قطب شمالي وقطب ايه وقطب جنوبي تمام طب لو انا بدأت اقطع قطعة المعدن دي اسمتها جزئين ايه اللي هيحصل لو انا جيت من عند القطب مثلا زي ما احنا شايفين في الرسمة من عند القطب الشمالي هنا هوت والجنوبي في النص هنا وبدأت اعمل ايه بدأت هنا اقطع المغناطيس دي ايه اللي هيحصل لو انا قطعت من هنا ولا هيحصل حاجة برضو الجزء اللي انا هقطعه هو كمان هيتحول الى قطبين مش معنى كده ان هو بقى قطب واحد النورس او الساوز لأ برضو هيتحول الى قطبين ولو خدت اللي انا قطعته ده وقسمته مرة تانية برضو هيتحول الى ايه قطبين لا يوجد نهائي مغناطيس لكطب واحد علشان كده احنا بنقول ان المغناطيس زل قطبين ده الاسم اللي احنا بنعرفه عن الايه المغناطيس لان مهما اخدت جزء واسمته الى اكتر من جزء لازم في النهاية الجزء الصغير اللي معايا هيكون كطب شمالي وكطب ايه وكطب جنوبي ولو انا دلوقتي مسكت مثلا قطعة المغناطيس دي وعلقتها وخليتها حرة الحركة ويمكن الجزء دي انتو خدتوها قبل كده ايه اللي هيحصل هلاقي ان المغناطيس اللي انا مسكده هو هيتجه لوحده الى اتجاه الشمال والطرف التاني هيتجه الى اتجاه الايه الجنوب من الكرة الايه الارضية ده بيحصل ليه لان الكرة الارضية ليها مجال مغناطيسي زي لما احنا بنقول مثلا لو انا مسكت حاجة ورميتها اللي هيحصل هتقع هتنزل لتحت ليه لان الكرة الارضية فيها جاذبية تمام زي بالزبط كده انا عندي ان الكرة الارضية برضو هيكون فيها مجال مغناطيسي علشان كده لو انا علقت قطعة مغناطيس هلقيها بتتجه الى النورس والايه والسود اللي هو الشمالي والجنوبي ودي هي الفكرة اللي بناءا عليها بتادوا يعملوا الايه البصلة لتحديد الاتجاهات انا بس حبيت اقولك اولاد الجزئية دي علشان تبقوا فاهمين احنا بنتكلم ايه عن ايه مش نبقى عارفين يعني مغناطيس بالاسم وخلاص وان انا بشوفه قدامي بيجذب طيب ايه اتجاهه ايه اكتابه لازم نبقى عارفين الكلام ده ايه كويس بعد كده بنقول عندنا حاجة اسمها معامل النفاذية المغناطيسي ايه هي معامل النفاذية المغناطيسي معامل النفاذية المغناطيسي ده العلاقة اللي هتكون بين كسافة الفيد بي وشدة المجال اتش لان انا عندي هنرمز لي كسافة الفيد بالرمز بي وشدة المجال هنرمز لها بالرمز ايه اتش ايه ايه مغناطيس هيكون حواليه مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي ده الحيز اللي بيتم فيه عملية ايه جذب المواد لاني لو انا عندي المادة بعدت عن خطوط مجال المغناطيس هلاقي ان المادة دي حتى لو كانت هي مادة قبلة للجذب هلاقيها ان هي مش هتنقين مش هتنجذب الدليل على كده ان انت لو معاك قطعة مغناطيس وقربتها من المغناطيس هيحصل لها عملية جذب للمغناطيسي طب لو انا بعدتها مسافة بعيدة ايه اللي هيحصل هلاقي اني مفيش جذب ليه لان المعدن اللي انت مسكه ده بعد عن خطوط مجال المغناطيس او النطاق الخاص بالمغناطيس اللي يقدر من خلاله يجذب المادة دي تمام كده ولاد طيب احنا قلنا ان انا عندي هنرمز رمز لكسافة الفيد بالرمز بي وشدة المجال هنرمز له بالرمز ايه اتش علشان هنحتاجه في بقية ايه الحلقة نكون فاكرين وحدة المجال المغناطيسي خلاص وكسافة الفيد اللي هي ايه عندنا متر ويبر على متر مربع او امبير لفة لكل ايه لكل متر عندنا معامل النفاذية المغناطيسي هو مقاس بدرجة نفاذ الخطوط المغناطيسية في المادة يعني ببدأ اعبر عن معامل النفاذية المغناطيسي هندي له رمز ميو تمام فميو دي بنعرفها بالعلاقة اللي هي ايه ميو نوت في ميو ان يبقى ميو تساوي ميو نوت في ميو ان يعني ايه ميو نوت ويعني ايه ميو ان احنا عرفنا ان ميو هي معامل النفاذية المغناطيسي طب ميو نوت ميو نوت اللي هو معامل النفاذية في الايه للفراغ طب ميو ان معامل النفاذية النسبي لاي ايه لاي وصف يبقى ميو نوت معامل النفاذية للهوى أو الفراغ ميو إن معامل النفاذية النسبي للإيه للمادة تمام كده أولاد بعد كده بنقول أننا عندي المواد المغناطيسية من حيث غوصها بتنقسم إلى ثلاث أنواع أول نوع عندي الفروم مغناطيسية النوع الثاني البارا مغناطيسية والنوع الأخير اللي هو الضايا مغناطيسية إيه البارا أو الفارو أو الضايا مغناطيسية دي مواد دي اللي بيتحدد عن طريقها إن المادة دي هي مادة مغناطيسية ولا مادة غير مغناطيسية إزاي المادة دي بيكون دي مادة مغناطيسية ومادة تانية تكون غير مغناطيسية مع إنه ممكن تكون دي معدن ودي معدن الحاجة اللي بتخلي المواد دي بيتحدد على أساسها إنها مغناطسية أو غير مغناطسية ده بالنسبة لي حاجة اسمها الإلكترونات المفردة هنعرف يعني إيه هي الإلكترونات المفردة وإزاي أحدد لو أنا عندي مادة إزاي أعرف إن المادة دي مغناطسية أو غير مغناطسية أو إزاي أعرف نوعها هي بارة ولا ضاية ولا فروم مغناطسية لو خدنا النوع الأول اللي هنبدأ فيه النهاردة اللي هو المواد الفروم مغناطسية إيه هي المواد الفروم مغناطسية؟ هي المواد اللي بيجذبها المغناطيس بقوة كبيرة يعني المغناطيس بيجذبها بقوة عالية جداً وبتتمغنط بشدة في اتجاه المجال لما أنا بحطها في اتجاه المجال إحنا عارفين زي ما إحنا شايفين في الشكل اللي قدامنا أنه أنا عندي قطب المغناطيس قطباي المغناطيس بيكون فيه اتجاه المجال المجال بيكون اتجاهه من الـ N للـ S من الـ N للـ S اللي هو من الشمالي إلى الـ A الجنوبي زي ما هو موضح بالـ A بالأسهم قدامنا لو انا عايزة اشوف الشكل ده على الطبيعة ايه اللي انا ممكن اعمله بصوا اولاد لو جبت قطبه مغناطيس وحطيته وبعدين حطيت عليه ورقة يبقى القطب المغناطيس اهو وانت غطيته بايه بورقة وجبت برادة حديد وبدأت نصرت او وضعت برادة الحديد انت رشتها كده زي ما بتروش ايه اي مد وبدأت تخبط على الورقة اللي انت حطيتها دي هتلاقي ايه هتلاقي ان برادة الحديد خادت الشكل اللي واضح قدامك في الصورة دي هيوضح خطوط الايه المجال لو انا بدأت حطيت بصلة هبدأ اراقي خطوط المجال هتبقى زهرة قدامي تمام يبقى عارفنا ايه هي المواد الفروم مغناطيسية اللي هي بيجذبها المغناطيس بايه بقوة وبيكون لها مجموعة من الخواص اول حاجة ان كل المواد الفروم مغناطيسية من المواد الصلبة تمام كده يبقى ده اول حاجة في الخواص انها بتكون من مواد الايه الصلبة تاني حاجة ان معامل النفاذية بتاعه بيكون اكبر كتير جدا من الايه من الواحد الصحيح خلاص وهو بيكون مجدار النفاذية النسبية للهوى بعد كده الخواص الفروم مغناطيسية دي بتظهر في ايه بتظهر فيه وبيكون واضحة جدا في الحديد والنيكل والكوبالت وبعض السبائك لان انا ممكن اعمل سبائك علشان تكون مواد ايه مواد فروم مغناطيسية يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه هي خواص المواد الفروم مغناطيسية اول حاجة واهم حاجة ان المواد الفروم مغناطيسية لازم يبقى عرفين اللي هي بيجذبها المغناطيس بايه بقوة وان معامل النفاذية المغناطيسية بتاعها بيكون اكبر بكتير من الايه من الواحد الصحيح تمام بعد كده بنقول ان احنا عندنا ايه هي المنطقة المغناطيسية بص يا ولاد المنطقة المغناطيسية انا لو انا جبت دلوقتي قطعة حديد مثلا وخدت منها جزء صغير جدا وكبرت قطعة الحديد الصغيرة دي الاف المرات على ميكروسكوب اللي احنا هنلاحظه هنلاحظ ان انا عندي هنلاقي ان خطوط المجال المغناطيسي عندي دي بصوا كده هتكون بالشكل ده اللي هي غير منتظمة هتكون غير منتظمة طيب علشان اخليها منتظمة علشان تخليها منتظمة لازم تحطها في مجال مغناطيسي يعني لو انا مسكت قطعة الحديد وحطتها بين قطباي مغناطيس زي ما هو واضح قدامنا هنلاقي ان خطوط المجال الخاصة بالالكترنات حصل لها عملية ايه عملية انتظام لان هي اصبحت دلوقتي اصبحت مغناطيسية ليه اصبحت مغناطيسية لان هي في وسط او ما بين وسط ايه وسط مغناطيسي تمام كده يبقى المجالات المغناطيسية للالكترنات عندي في الزرارة العشوائية بتكون حركتها ايه بتكون الزرارات دي عشوائية خلاص اتجاهها واتجاه الالكترنات نفسها بتعمل كمغناطيس يعني هي نفسها الزرارات دي او المجالات دي بتعمل كايه كمغناطيس علشان الترتيب بتاعها تمام الترتيب ايه هنا ترتيب عشوائي طيب لو انا قلت يا ولاد دلوقتي باستخدام مغناطيس هيتم تحويل قطعة الحديد دي الغير ممغناطة طبعا الى حديد ايه الى حديد ممغناط وزي ما قلنا لو انا مسكتها وبدأت اقسمها الى مجموعة من الاجزاء كل جزء عندي هيكون ايه كل جزء هيكون مغناطيس منفصل دي قطبين قطب شمالي وقطب جنوبي خلاص عندنا قلنا احنا عندنا الكرة الارضية زي ما قلنا فيها مجالات ايه مجالات مغناطيسية تمام كده انا عندي بالتسخين الشديد ايه اللي هيحصل لو انت سخنته سخنت جزء من معدن او بدأت تطرق عليه بشدة بحيث ان هي اكتسبت ايه اكتسبت كمية من الحرارة ايه اللي هيحصل هتلاقي اني وجهتها هتختلف وجهتها المغناطيسية ايه هتختلف وهتزول المغناطيسية يبقى بتزول المغناطيسية بايه بالحرارة يبقى لو انا ممكن يقولي وضح كيف يمكن او علل كيفية زوال المغناطيسية او اختلاف اتجاهها علشان يزول المغناطيسية هكسبها ايه هكسبها حرارة او عن طريق الطرق الايه الطرق لعدة مرات لان الطرق لعدة مرات هيديها برضو هيديها ايه هيديها طاقة حرارية وبالتالي هتفقد المغناطيسية بتاعتها تمام كده سنقولها بعد كده ننتقل على المادة التانية وهي البارة مغناطيسية ايه هي البارة مغناطيسية دي المواد اللي بتنجذب للمغناطيس طب ما الفروق مغناطيسية كانت برضو بتنجذب بس الفروق مغناطيسية كانت بتنجذب بقوة انا عندي دي هي مواد بتنجذب للايه للمغناطيس بدرجة اقل من الفروق مغناطيسية طيب ليه بدرجة اقل او بدرجة اكبر بص ياولاد هنا لو احنا بصنا في الجزء ده إحنا عندنا إن الإلكترونات بنقول بتكون المادة علشان تبقى مغناطيسية لازم يكون فيها حاجة اسمها إلكترونات مفردة طيب إيه هي الإلكترونات المفردة لو أنا عندي أي مادة مثلا الحديد أو النيكل أي أن كان المادة اللي أنا أوزعها بنقول أنا بشوف المادة دي في الأربطالات بتاعة الـ S والـ D في توزيع المادة بتاعتي الخاص بالـ S والـ D لو كان الـ S أو الـ D في إلكترون مفرد يبقى المادة دي مغناطيسية قوة مغناطيتها أو قوة المغناطيسية بتاعتها بتعتمد على إيه؟ قوة المغناطيسية بتعتمد على عدد الإلكترونات المفردة عدد الإلكترونات المفردة لأن إحنا عارفين أن في عندي في الـ D لو أنا جيت أوزعها الـ D عبارة عن 5 أربطالات أو أنا عندي 5 أماكن زي ما إحنا شايفين في المستطيل المرسوم قدامكم أنا ببدأ أوزع في الـ S أو الـ D فأنا لما أوزع الـ D هنا هلاقي إيه؟ هلاقي فيه إلكترونات مفردة ولا لا؟ بناء على ده هيتم تحديد هي مادة مغناطيسية ولا غير مغناطيسية أو بارا مغناطيسية ولا فرو ولا ضايا مغناطيسية طيب إزاي بقى؟ بصوا هنا أولاد لو أنا خدت مثلا السكنديوم السكنديوم إيه؟ لو أنا بأوزع عندي بيكون فيه حاجة اسمها الأرجون بيكون توزيعه 18 السكنديوم أصلا 21 فلو جيت أوزع الـ 21 هيبقى عندي الأرجون 18 والفرقس هتاخد 2 هي بتتميلي بـ 2 يبقى 18 و2 كام؟ 18 و2 20 هيتبقى من السكنديوم 1 الواحد اللي هو هياخده 3D هوزعه تحت هنا هيبقى شوفه هنا هوت هيبقى فيه هنا إلكترون إيه؟ مفرد الجزئية دي أنا حبيتها جبها لكم علشان تعرفوا إزاي بحدد أو بيقولوا يعني إيه هم معرفوا منين؟ إن دي بارا مغناطيسية أو فرو مغناطيسية أو ضايا مغناطيسية وبالأخص البارا والضايا أنا ببدأ أفرق من إيه؟ من الجزئية دي لو أنا عندي هنا هوت جبتي مادة تانية وكان السري دي بتاعتها لو أنا جيت أوزع أي مادة تانية والسري دي هنا دي خدت أربعة إيه اللي هيحصل؟ هلاقي هنا إلكترون مفرد وهنا 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 يبقى فيه أربعة إلكترون إيه؟ أربعة إلكترون مفرد يبقى المادة دي مادة إيه؟ مادة بارا مغناطيسية طبعا مش هتكون ضايا لإن إحنا هنقول إن لما نخلص الجزئية دي هنوصل ليه الضايا إنه ما ينفعش يكون فيها إلكترون إيه مفرد طيب لو أنا جيت دلوقتي وقلت إن أنا عندي فيه أي مادة أنا جيت أوزع ولقيت إن هنا السري دي عشرة هنجي نوزع هنلاقي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هوزع تاني هلاقي بدأت من جديد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى العشرة هنا كلهم إلكترون إيه؟ بقت إلكترون إيه مزدوجة صناقية يبقى دي ما ينفعش تكون مادة إيه؟ بارا مغناطيسية لإني ما بقاش فيه عندي أي إلكترونات إيه مفردة تمام كده؟ يبقى إحنا قلنا البارا مغناطيسية تحتوي على إلكترونات مفردة تحتوي على إلكترونات إيه أولاد؟ إلكترونات مفردة تمام كده؟ المواد البارا مغناطيسية ممكن تكون يا ولاد صلبة زي الألمونيوم والمغنيسيوم والمانجانيز والبلاتين أو ممكن تكون سوائل أو ممكن تكون غازات زي غاز الأكسوجين تمام؟ بنقول على غاز الأكسوجين أن المواد دي متوسطة النفاذية المغناطسية تمام؟ يبقى احنا عرفنا يعني ايه فروم مغناطسية ويبارة مغناطسية طيب نيجي بعد كده على الضاية مغناطسية ايه هي الضاية مغناطسية الضاية مغناطسية هي المواد التي لا تنجذب للمغناطس أو تتنافر مع المغناطس طيب لو حتى وضعناها في مجال ايه لو كانت وضعت في مجال مغناطسي هتتمغنط قليلا في عكس اتجاه المجال في عكس اتجاه الايه في عكس اتجاه المجال عندي يا ولاد بمناسبة عكس اتجاه المجال عايزين نقول ان احنا لو انا مسكت دلوقتي قطب مغناطيسي وجبت قطب تاني امتى القطبين هيحصل لهم تجاذب مش في اي وضع بيحصل تجاذب لان انا عندي التجاذب بيكون في الاقطاب المختلفة والتنافر هيكون في الاقطاب المتشابه يعني لو حطيت قطب شمالي وجنبه قطب شمالي هيحصل تنافر امتى هيحصل تجاذب اذا كان جنوبي واصاده او جنبيه شمالي يبقى التجاذب في حالة اختلاف الاقطاب اما التنافر اذا تشابه قطبايا الايه اذا تشابه قطبايا المغناطيسي تمام كده بعد كده في عندنا حاجة اسمها منحنى المغناطة ايه هو منحنى المغناطة ده المنحنى اللي بيبين العلاقة ما بين كسافة الفيض وشدة الايه وشدة المجال اتش زي ما احنا شايفين بصوا اولاد هنا على الرسمة دي هنا هوت عندنا منحنى المغناطة ده بيكون بالشكل ده زي ما احنا شايفين لو انتم مشفين مع المؤشر كده بصوا ده كده منحنى الايه المغناطة في ايه بقى المنحنى ده المنحنى ده مقسم الى ثلاث مراحل اول مرحلة اللي هي المرحلة الاولى او المرحلة الابتدائية اللي بيكون بدايتها من نقطة السفر اللي هي هنسميها او هنرمزها بالرمز واو الى النقطة يبقى الجزء ده اللي هو مكتوب عليه سفر لالف دي المرحلة الايه الابتدائية يجي بعد كده عندي البي والاتش كل ما بينزود الاتش اللي هيحصل البي هيزيد طب هو الاتش بتزيد بنانا على ايه طبعا الاتش ده بالنسبة لنا اللي هو شدة المجال طبعا شدة المجال بتزيد بزيادة ايه بتزيد بزيادة الطيار يعني انا لما برفع الطيار لو انا مثلا عندي مادة حطها في ملف قلب قلب لملف لو انا بدأت ارفع الطيار طبعا ايه اللي هيحصل نتيجة لزيادة الطيار هيزيد ايه هيزيد المجال المغناطيس بناءا على زيادة المجال هتبدأ كسافة الفيد يحصل لها ايه يحصل لها زيادة تمام كده يبقى اللي بيزود المجال شدة الطيار و اللي بيزود الكسافة برضو نتيجة شدة الطيار زاد المجال فزادت كسافة الفيد نرجع هنا للشكل بتاعنا علشان نشوف هو عبارة عن ايه الجزء ده اللي هو بدأت من عنده الانحناء ده اللي هو بنسميه ايه بنسميه ركبة المنحنة تمام ركبة المنحنة ده بيكون عندي المنطقة دي من جيم لألف تبقى تقريبا منطقة شبه ايه مستقيمة عندي هنا اقصى انحراف للمنحنة بتاعي اللي هو من عند ركبة المنحنة بيزيد عندها لغاية ما يوصل لمنطقة اسمها منطقة التشبع ايه هي منطقة التشبع منطقة التشبع دي اولاد اللي هي المنطقة اللي انا مهما بدأت ازود فيه شدة الطيار هلاقي اني عندي الكسافة والمجال حصل لهم ايه حصل لهم ثبات فدي نقطة الايه التشبع لغاية ما تيجي لحظة معينة وتبدأ عندها هلاقي المنحنة شكله يختلف ويبدأ ايه في عملية التناقص تمام هنشوف كده يبا زي ما قلنا اني المنحنة ليه ثلاث اجزاء المرحلة الابتدائية والمرحلة الوسطى اللي هي ركبة المنحنة وعندي المرحلة النهائية اللي هي منطقة الايه التشبع ممكن هنا ييجي يقولك ارسم منحنة الايه منحنة بتاع المغناطة وايه هي اجزاء المنحنة او المراحل اللي بيمر بها المنحنة لو اطلب المراحل انت بتكتب التلات مراحل وفي اي حالة جاب المنحنة يبقى مطلوب منك رسم ما فيهوش حاجة هو رسمة بسيطة تمام بس لازم توضح عليها النقاط اللي احنا قلنا عليها اللي هي مرحلة الابتدائية ومرحلة الوسطى ومرحلة النهائية اللي هي مرحلة الايه مرحلة التشبع بعد كده عندنا منحنة المغناطة زي ما قلنا انه في مرحلة التشبع اللي هي من اول النقطة ايه عند النقطة جيب لغاية ما يبدأ المنحنة عندي يوصل لاقصى درجة وبعد كده هنلاقي انه قيمة معامل النفاذية مالها بتكون اكبر ما يمكن بزيادة اتش هتقل بعد كده البيه حتى نصل الى قيمة ثابتة لكسافة الفيض المغناطيسي نجي بعد كده لمنحنة اخر اللي هو المنحنة اللي بيربط بين النفاذية المغناطيسية وشدة المجال طيب ايه هي العلاقة وما بين النفاذية المغناطيسية وشدة المجال زي ما احنا شايفين هنا قدامنا المنحنة عندنا بص اولاد هنا النفاذية المغناطيسية هننوزلها بالرمز ميو بالشكل اللي قدامنا ده تمام عندي وهنا شدة الايه المجال بصوا كده هنا هوت عندنا دي الاتش او المجال في البداية اما ارفع نسبة المجال من السف الى قيمة بعد كده ابدأ ازود عندي لغاية ما يوصل الى اقصى قيمة معامل نفاذية اللي هي القيمة الايه القيمة العظمى اللي احنا شايفينها دي بعد كده ايه اللي هيحصل هلاقي في حالة انخفاض عندي تمام اللي هي حالة انخفاض في معامل النفاذية الايه المغناطيسي ده لما يطلب العلاقة بين النفاذية المغناطيسية وشدة المجال عندنا بعد كده منحنة التخلف المغناطيسي ايه هو منحنة التخلف المغناطيسي ده بيكون المنحنة الخاص بيه اي مادة مغناطيسية اه توضع قلب الملف لان احنا عارفين ان الملفات بيكون لها قلوب مختلفة زي مثلا القلب الحديدي قلب الفرايد قلب هوائي ايا كان ايه القلب الخاص بيه الملف فهنشوف ازاي شكل المنحنة التخلف المغناطيسي الخاص بيه المادة دي عندنا هنا ياولاد ده شكل المنحنة طيب المنحنة ده جي ازاي بصوا هنا عندي احنا بنمرر طيار متردد تمام ادي نقطة السف بيبدأ الطيار المتردد هنا في الزيادة نتيجة زيادة الطيار ان انا رفع الطيار المتردد بتاعنا يعني انا برفع قيمة الطيار هنا هوت زي ما احنا شايفين في الموجة الكاملة دي بصوا كده اولاد الموجة الجايبية دي بدأت عندي هنا في الازدياد يعني الطيار بيزيد ايه اللي هيحصل من عندي نقطة الزيرو دي شايفين هنا هيبدأ المنحنة عندي تمام في الازدياد طيب ايه لا هيحصل بعد كده هيبدأ يوصل لأقصى قيمة أقصى قيمة في الطيار المتردد هي النقطة دي بعد كده يبدأ ينزل عندي الطيار هيبدأ شوفوا كده هيبدأ ينزل في الاتجاه ده زي ما احنا ماشيين بالمؤشر شايفين يبقى هو بدأ من هنا نقطة السفر ابتدى ينزل مع نقصان الطيار المتردد بس احنا ده كله خلوا بالكو احنا فين في النص الموجب احنا في النص الموجب فهيبدأ هنا هو هيبدأ ينزل كده مع نقصان الطير إلى النقطة دي بعد كده هنلاقي أن في النص السالب هيبدأ في التناقص هنا هو لغاية ما يوصل لأقصى قيمة أو بالنسبة لنا أعلى قيمة بس في النص السالب اللي هو هيبدأ هنا يكمل في الاتجاه ده دي أعلى قيمة بس في الاتجاه بس في الاتجاه السالب يبدأ بعد كده علشان عندي الجزئية دي اللي هي هيبدأ فيها يرجع الملحنة عندي لغاية النقطة دي ايه هي المنطقة اللي هنا المنطقة دي اسمها المغناطيسية المتبقية المغناطيسية المتبقية المغناطيسية المتبقية دي بتحتاج حاجة اسمها قوة اجبار بتحتاج حاجة اسمها ايه يا ولاد قوة اجبار وقوة الاجبار دي اللي هي فين اللي هي من أول نقطة السف إلى نقطة تقاطع المنحنة مع المحور الأفقي اللي هي دي يبقى من هنا ل هنا دي بنسميها قوة إيه قوة إكبار وهنا دي اسمها المغناطسية المتبقية ضروري جدا تعرف المنطقتين دول لأن دولة أهم جزء في المنحنة إن أنا أعرف إيه هي المغناطسية المتبقية وقوة الإكبار طيب زي ما أحنا قلنا في المنحنة التخلف إن بزيادة الطيار بيزيد ايه بيزيد شدة المجال وبالتالي تزيد كسافة الفيض طمم لو قلت قيمة شدة المجال يا أولاد لغاية السف يعني إحنا قاللنا المجال لغاية يوصل إلى السف إيه اللي هيحصل هنلاقي إن المادة لا تنعدم فيها المغناطسية لا تنعدم في المغناطسية آه لأن إحنا قلنا إن فيه حتى في المنحنة قلنا ان فيه منطقة اسمها المغناطسية المتبقية معنى المغناطسية المتبقية يعني لا تنعدم فيها المغناطسية تمام كده أولاد طب للتغلب على المغناطسية المتبقية دي بنعمل ايه بنعكس اتجاه شدة المجال طيب علشان اعكس اتجاه شدة المجال يبقى هعكس ايه هعكس اتجاه الطيار في الملف وده ممكن ييجي وضح كيف يحدث التغلب على المغناطسية المتبقية او يجيلي فيه سؤال علل يبقى للتغلب على المغناطسية المتبقية بنعمل ايه بنعكس ايه نعكس خطوط المجال طيب ازاي بنعكسها هنعكسها بعكس اتجاه الطيار يبقى لو انا عكست اتجاه الطيار هعكس خطوط الايه خطوط المجال وبالتالي هتغلب على الجزء اللي احنا عناه اللي هو المغناطسية المتبقية تمام كده طب لو جينا نعرف بقى قوة الإجبار قوة الإجبار هي شدة المجال المغناطيسي العكسي اللازم لإجبار المادة المغناطيسية على أنها تفقد مغناطيسيتها أو تعمل لها تلاشي كسافة الفيد على المغناطيس مهم أن نحن نحفظ تعريف قوة الإجبار لأن أنا عندي قوة الإجبار ممكن يجيلي فيها سؤال عرفي أو السؤال اللي هو علل أو جزء فيه صح وغلط الجزء اللي إحنا لسه قايلينه بنقول إن إحنا تمثل المساحة المحصورة فيه المنحنة بقيمة إيه؟ قيمة الفقد في الطاقة القهربية زي ما تكلمنا عنها في بداية حلقتنا واللي بتحول التاقة تتحول إلى طاقة إيه أولاد تتحول إلى طاقة حرارية نتيجة التخلف المغناطيسي خواص المواد المغناطيسية بتعتمد عليه طبعا بتعتمد على قيم المغناطيسية المتبقية وقوة الإجبار لمنحنة التخلف المغناطيسي لأن أنا عندي أي مادة هلاقي بعد كده فيه منحنيات تانية منحنيات ضيقة جدا المنحنيات الضيقة جدا دي هتكون ضيقة لي أنا عندي هلاقي قوة الإيه؟ قوة الإجبار صغيرة والمغناطيسية المتبقية صغيرة ده بالنسبة لمادة أنا رسمنا المنحنة بتاعها ولقينا أن المنحنة ده ديق طب المنحنة الديق ده بيعتمد على إيه؟ طبعا على خواص المد نتيجة خواص المده المنحنة بقى ديق نتيجة أنه ديق يبقى المنطقة قوة الإجبار ديقة والمغناطيسية المتبقية مالها هتكون صغيرة تمام كده؟ وفيه جزء تاني هتشوفه اللي هو إزاي أنتج مواد مغناطيسية من نفس المواد الأولية مع تغيير خواص كل منها المواد الأولية يعني المادة نفسها الحديد لوحده كمادة أولية من غير ما أضيف عليه حاجات طيب إزاي أنا بقى هنتج مواد مغناطيسية من نفس المادة الأولية دي مع تغيير خواص كل منها إزاي؟ عن طريق تغيير نسب السبائل يعني بنضيف عليها بعض بعض المواد نشوف قوة الإجبار للمواد المغناطسية الليينة بتبقى قد إيه وقوة الإجبار للمواد المغناطسية الصلبة قد إيه يبقى أنا عندي في قوة إجبار لمادة مغناطسية الليينة وعندي قوة إجبار لمادة مغناطسية صلبة في الليينة بيكون في حدود من 4 من 10 إلى 50 أمبير لكل لفة عندي في المواد المغناطسية الصلبة بيكون في حدود 3 في 10 قص 5 أمبير لفة لكل إيه كل متر ده بالنسبة ليه قيم قوة الإجبار نيجي نشوف منحنة الخاصة بالمواد المناطسية اللينة هنا ده الجزء اللي أنا بقول عليه لو أنا عندي مادة ولقيت أنه عندي هنا هوت المنحنة بتاعي كان عبارة عن إيه عبارة عن بالشكل ده بصوا هنا أولاد المنحنة جاي إزاي؟ جاي دايق جدا في المواد الليينة ده شكل المنحنة بصوا هتلاحظوا هنا هنا دي اسمها إيه؟ لقوة الإجبار صغيرة جدا وهنا الجزء الصغير ده ده المغناطسية المتبقية يبقى أنا عندي خواص المادة دي علشان هي مادة مغناطسية اللي أنا خواصها بناء عليه حصل إيه؟ لقينا المنحنة شكله اختلف تمام؟ طب لو أنا عملت فيها الجزء أو المادة دي عملت لها عملية إيه؟ ترتيب للجزائيات بتاعتها لو أنا لتبت الجزائيات بتاعتها هلاقي إيه؟ هلاقي إن شكل المنحنة عندي هنا هو تختلف شكل المنحنة هيكون اختلف وده الشكل الثاني للمادة إذا كانت جزائياتها حصل لها عملية إيه؟ عملية ترتيب اختلف تماما شكل المنحنة يا أولاد وشكل قوة الإيه الإجبار عندي وإيه المغناطسية المتبقية شايفين شكله انتظم إزاي؟ إيه اللي حصله؟ نتيجة حصل لترتيب الإيه؟ الجزائيات تمام؟ ترتيب الجزائيات نقدر نعرف لو قال لنا إزاي بنرتب جزائيات المادة؟ طبعا إحنا قلنا إن ترتيب جزائيات المادة لو أنا حطيتها في إيه؟ في مجال مغناطسي زي ما إحنا كنا قايدين في بداية الحلقة أنا جبت لو جبت قطرة حديد وحطيت في حواليها مجال مغناطسي إيه اللي حصل الجزائيات؟ لقناها حصل لها إيه؟ حصل لها عملية ترتيب تمام؟ نيجي بعد كده نقول إن عندنا المواد المغناطسية المغناطسية الليينة المواد دي ملها يا أولاد بتكون لها قدرة على عكس المغناطسية بتاعتها بسهول يعني بتعمل عملية عكس للمغناطسية وكمان بتتميز بقلة قيمة المغناطسية المتبقية زي ما إحنا شفنا لإن إحنا قلنا مش عايزين نحفظ إحنا هنبقى عارفين مثلا في المغناطسية الليينة المنحنة بتاعها إزاي؟ وأنا عرفت المنطقة الخاصة بكوت الإكبار والمغناطسية المتبقية أبدأ أقول الخواص منها لو قال لي المغناطسية المتبقية كوت الإكبار مثلا بتكون فيها كبيرة طيب مش إنت حفظ شكل منحنة يبقى تقول له لا ده إحنا شكل منحنة ده منحنة دي جدا يبقى عندي كوت الإكبار إيه؟ صغيرة طيب كوت الإكبار طالما صغيرة طبعا المغناطسية المتبقية بتكون إيه؟ بتكون صغيرة تمام كده؟ ده بيجيلي في صح وغلط أكون حفظ شكل منحنة لما أعرفه هبدأ بناء على كده أعرف إيه هي الخواص الخاصة بكل إيه؟ بكل مادة من شكل منحنة فده جزء سهل هيسهل عليك الإيه؟ هيسهل عليك الحل إن شاء الله بعد كده المواد التي يمكن إنتاجها بنقول يا أولاد إن إحنا نقدر ننتج مواد يكون منحنة تخلف المغناطسي دي صغير جدا طيب والميل يكون حاد جدا برده إزاي؟ المواد عندي هنا هو عن طريق إن أنا أغير في الخواص بتاعتها طيب لهذه المواد المغناطسية المواد دي بيكون المغناطسية بتاعتها المتبقية كبيرة إزاي؟ وأقدر أزلها بقوة إكبار صغيرة جدا عندنا في المواد المغناطسية برضو الليينة لا تتوفر هذه الخواص للمعادن النقية لإن إحنا قلنا إن إحنا هنستخدم فيها سبائك يبقى كمادة معدن نقي مش هينبقى علشان كده بضيف لها إيه؟ بخليها كسبيكة إزاي؟ هضيف لها بعض المخليط أو بعض المساحي زي الأكاسيد أو إن أنا أضيف مثلا السيليكون أو النيكل أو الحديد لأن دول أكتر ثلاث مواد إيه عندنا يكونوا مواد مغناطسية إيه هو استخدام سبائك المغناطسية الليينة؟ بتستخدم في صناعة صلب المحولات والآلات الكهربية وأجهزة القياس الكهربية وأجهزة الوقاية والمكبرات المغناطسية طبعا إحنا عارفين إن السبائك المغناطسية بيكون لها استخدامات كتير تمام؟ وأهمها في صناعة صلب الإيه المحولات نيجي بعد كده على المواد المغناطسية الصلبة لو لاحظنا هنلاقي إن في المنحنة بتاعنا بالخاص بالمواد المغناطسية الصلبة شايفين يا ولد شكل المنحنة هنا اختلف عن المواد الليينة لأنه كان هناك شفنا شكله كان ضيق جدا وحاد إنما هنا الشكل اختلف بصوا شكله هنا بقى عامل إزاي؟ هنلاقي إنه بيحتفظ بجزء كبير من المغناطسية المتبقية الجزء ده بقى هنا كبير فبالتالي قوة الإجبار هنا عندي بنان عليها إيه؟ كبيرة طيب إيه اللي خلى المغناطسية المتبقية كبيرة أو قوة الإجبار كبيرة؟ طبعا ده بيعتمل على خواص المادة نفسها المواد المغناطسية الصلبة من خواصها إنها بتحتفظ بقدر كبير من المغناطسية المتبقية تمام كده؟ لو جينا نشوف المواد المغناطسية الصلبة بنستخدم فيها إيه؟ بنقول بتستخدم بعض المعادن لتكوين سبائك طيب إيه هي السبائك دي؟ أقدر أعمل سبائك مغناطسية صلبة من خليط من الألمونيوم والنيكل وكمان الحديد والألمونيوم والكوبالت والفانديوم طيب لو إحنا شفنا إن في الأساس عندي لازم يكون واخد مادة من الثلاث مواد اللي إحنا قلنا عليهم الأساسيين الألمونيوم والحديد والإيه؟ والكوبالت بعد كده الإضافات التانية كل حاجة من دول بتكون لها نسبة معينة علشان النسب دي هي اللي هتحدد خواص المغناطسية للمادة الصلبة دي لبأ أنا مش بحط أي نسبة لا أنا بحدد الخواص المطلوبة الأول بناء على ده أنا هعرف النسب اللي أنا إيه؟ اللي أنا عايزها في تكوين السبيكة زي ما خدنا في التيرم الأول اللي هي خواص السبائك كل سبيكة بيكون لها خاصية علشان أقدر أستفيد إيه بيها أكتر بعد كده استعمالات سبائك المغناطسية الصلبة أنا بستعملها في إيه سبائك المغناطسية الصلبة طبعا في أجهزة التليفون والتليفزيون وأجهزة الراديو لا يخلو جهاز غير لما يكون فيه سبيكة مغناطسية وكمان فيه أجهزة التحكم والوقاية وأجهزة القياس وفي الفرامل الكهربية وفيه صناعة المولدات والمحركات الكهربية هنا عندنا يجي يقول لي أذكر استعمالات سبائك المغناطسية الصلبة دايما بيجيب أولاد فيه الاستعمالات لازم يجيب لي استعمال سواء استعمال سبائك اللينة أو الصلبة علشان يبقى عارف أن انت في الحياة العادية بتاعتنا نبقى عارفين الحاجات دي احنا بنستفيد منها في إيه ما نبقاش كده حفظينه بس لا لازم نبقى فاهمين وشايفين أني فعلا مثلا لو أنا فتحت جهاز الكمبيوتر هلاقي أني الهارد فيه جزء مغناطس عندي التلفزيون طبعا هلاقي فيه جزء مغناطس يبقى إحنا بتتعدد الاستخدامات الخاصة بالمغناطس سواء كان بقى صلب أو مواد مغناطسية لينة تمام كده بعد كده بنقول فيه سبائك مغناطسية متوسطة ايه هي السبائك المغناطسية المتوسطة طبعا احنا قلنا في سبائك لينة وسبائك صلب اللي ما بين اللينة وما بين الصلبة هي دي السبائك الايه السبائك المتوسطة يبقى تقع بين المواد المغناطسية اللينة والصلبة وتجمع ما بين سبائك مغناطسية وغير مغناطسية لانه يبقى كده خد خواص ايه اللي اتنين السبائك دي عبارة عن ايه عبارة عن نحاس ونيكل او صلب ونيكل تمام ده بالنسبة لسبائك المغناطسية المتوسطة بعد كده فيه جزء اسمه الفريتات ايه هو الفريتات عندنا اولاد الفريتات ده عبارة عن مواد المواد دي بيكون غير معدنية بتصنع من مخلوط اكسيد الحديد واكاسيد المعادن الاخر يعني انا بجيب الاكاسيد واخلطها على بعض زي اكسيد الزينك والمنجانيز والنيكل دي بتسمى الفريتات الفريتات والفريتات دي عبارة عن مواد ايه غير معدنية لان بيجيلي فيه السؤال ده بيكون منتشر جدا في صحه وغلط الفريتات بتكون مواد معدنية ولا غير معدنية تمام او ممكن يجيلي فيه اكمل طيب بتنقسم الفريتات من حيث خوصها المغناطسية الى ايه عندنا فريتات لينة سهلة التماغنط وفريتات صلدة صعبة التماغنط يبقى ده تأسيم الفريتات من حيث خوصها الايه خوصها المغناطسية تمام يبقى هي تأسيمها او انواعها فريتات ايه فريتات لينة سهلة التماغنط وفريتات لينة ملقة صلبة صعبة التماغنط نيجي على شكل منحنة الخواص أو منحنة الفريتات اللينة زي ما احنا قلنا ان الفريتات اللينة سهلة التماغنط طالما سهلة التماغنط عندي هنا القوة القهرية لإزالة المغناطسية المتبقية بيكون قد ايه؟ 2.4 من 10 أمبير فين القوة القهرية اللي هي قوة الإجبار ليه في المنطقة دي يا ولد شايفين هنا كده؟ دي هي اسمها المغناطسية هنا هو القوة القهرية بتاعتي بيكون في المكان ده اللي هي قوة الإجبار اللي بتعمل ايه؟ تبدأ تخليني أعمل هنا هو تإزالة للمغناطسية المتبقية تمام؟ بيكون قمتها 2.4 من 10 أمبير كل سنتيمتر ايه مربع بستعملها في ايه؟ الفريطات اللي هينا في القلوب المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية نقول تتصف الفريطات اللي هينا بسابات نفازياتها المغناطسية ده بيكون عند ترددات معينة بتستخدم الفريطات اللي هينا في صناعة القلوب المغناطسية زي ما احنا قلنا نيجي بعد كده على الفريطات السلدة الفريطات السلدة دي بتصنع من ايه؟ بتصنع من سبائك النطرات الباريون عندي بتتكون من حبيبات بلورية عديدة نلاقي شكلها عبارة عن مجموعة من الحبيبات بلورية دي بالنسبة للفريطات السلدة خوصها الخوص بتاعة الفريطات السلدة دي بنحفظها اللي هي كسافة التشبع بتتراوح ما بين قد ايه؟ اللي هي 23 من 100 إلى 24 من 100 ايه؟ تسلا القوة القهرية لها بتكون كبيرة وكمان مقومتها النوعية من 10 أس 6 إلى 10 أس 8 بكده يا أولاد نكون اتكلمنا على أنواع المواد سواء لينة أو صلدة وكلمنا عن المغناطسية وبكده تكون انتهت حلقتنا معاكم النهاردة بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته